بسم الله الرحمن الرحيم لو حبينا نبص لمسال من الشيت اه رقم ستة او شبر ستة مدنا في السؤال التاني او مدنا رأس السؤال بيقول ان احنا هنستخدم التربازويدل والسيمسون علشان نجيب ابروكسومت اه فاليو الانتجريشن اه هو جيفن من نسبانا الانتجريشن وكمان جيفن بالنسبانا عدد الاستاب اه او الساب انترفال اللي موجودة عندنا هو مدنا الانتجريشن بشكل ده كده فاحنا اتفقنا قبل كده احنا هروح اللي مضروبة في في اعتبر ان احنا عندنا فيه واحد مقسومة على الكلام ده احنا ده كده هنفترض ان هو اسمه فاحنا بتاعتنا بتساوي واحد مقسومة على التلاتة اكس زائد الواحد اه جيفن بالنسبانا الان بتساوي ستة وبالتالي هنقول ان الاتج بيساوي الاي او البي الرقم اللي فوق ده ده اسمه البي ناقص الاي مقسومة على الان فهيكون اتنين ناقص الصفرة على الستة تطلع ان الاتج بتاعتنا بتساوي واحد على التلاتة طيب اتفقنا ان عدد النقط اللي احنا نستخدمها بيتساوي الان اللي هي جيفن بالنسبانا زائد الواحد اه وبالتالي اه هيكون عندنا سبع نقط طب الخطوات هنعمل ايه الخطوات هنتين راحين رسمين جدول اه او ممكن نعمل الجدول حالا ونيجي على طول لو عملنا الجدول اللي هو زي ما اتفقنا هيكون مكون من سبع اه قراءات عندنا زائد اللي هي العمود ديها ال اكس والواي بها هيكون تمن تمن خانات الخانة الاولى هنكتب فيها ال اكس وال اف اكس بتاعتنا وهنيجي نقسم بقى احنا بنبدأ من الزيرو النقط اللي تحت خلص هنمشي بستب واحد على التلاتة بعد كده هنمشي باثنين على التلاتة بعد كده تلاتة على التلاتة اللي هي واحد بعد كده اربعة على التلاتة بعد كده خمسة على التلاتة وبعد كده ستة على التلاتة اللي هي بتساوي اتنين نيجي بقى نحسب قيمة الدل بدل ما ناخد الدلة دي ونروح نعمل كالكوليت كل مرة عند اللي عندنا احنا هنكتب على الالة حزبة بتاعتنا وانا شغل معكم اهو. هندوس مود. آآ وبعد كده بعد ما ندوس مود هنختار آآ سبعة. السبعة المفتاح رقم سبعة. اللي اختار سبعة مكتوب عليه تيبول. انا بختار سبعة هو. بيكتب لك اول ما تختار سبعة هيكتب لك كلمة ويساوي. انت هتنفتح آآ العلامة الكسرية وكاتب ان واحد وتنزل تحت تكتب تلاتة اكس زائد الواحد. وتدوس يساوي. فهو هيفتح لك البتاع دي كده. فانت هتكتب له. آآ هتكتب هنا تفتح شرط كسر وتكتب آآ واحد على التلاتة اكس زائد آآ الواحد تقريبا كده. اه صح كده. وتدوس بعد كده يساوي. بعد ما تدوس يساوي هيقول لك بتاعتك بكام? فانت هتقول هتدوس زيرو. وتدوس يساوي. هيقول لك بعد كده طيب والاند بتاعتك كام? هتقول لاند بتاعتك بتساوي اتنين. بعد كده هتدوس يساوي. آآ اللي هيدوس بعد كده يساوي. هيقول له طيب. هيقول لك هيسألك بعد كده على اللي انت عايز تمشي بيها. بعد ما تدوس يساوي هيسألك على. هيقول لك بتاعتك بكام? هتقول لك واحد على التلاتة. واحد على التلاتة. تدوس تساوي هيطلع لك جدول كده. القيم اللي في اليمين بتاعت الاكس. والقيم اللي في الشمال بتاعت الوا. آآ مطلع لك هو عند الاكس بصفر. القيمة بتاعتك بتساوي واحد. ومطلع لك عند التلاتة القيمة بتاعتك بتساوي اه واحد على التلاتة القيمة بتاعتك بتساوي اه نص وعند اتنين على التلاتة بتساوي واحد على التلاتة اللي هي احنا مشغالين بقى بالديسيمل اربع ارقام ديسيمل اه الا اذا حدد غير ذلك اه هيساوي طيب تنزل بعد كده القيمة اللي بعدها اللي هي عند الواحد هتلاحز انهم طلعها لك بواحد على الاربعة اللي هي 0.25 تنزل بالسهم التحت هتطلع بواحد على خمسة اللي هي 0.2 تنزل بالسهم التحت تجيب القيمة اللي هي عند خمسة على الستة تطلع 1 على الستة اللي هي واحد اللي هي 0.1667 والقيمة الأخيرة اللي هي تطلع 1 على السبعة اللي هي 0.1429 يبا أنت كده جيبت السبع قراءات مباشرة باستخدامك للأمر بتاع المود ثم تختار تدخل هيسألك على القيمة اللي تحت بعد كده يسألك على هتحط القيمة اللي فوق بعد كده هيسألك على هتحط قيمة بتاعتك هيطلع لك القراءات دي ورا بعض طيب نيجي بعد كده الخطوة دي بتتم في حالة الخطوة اللي احنا عملناها دي او حتى الان شغل اللي احنا عملناه ده بيعتمي في الحالتين اللي احنا درسناهم سواء كانت الترابازودال او السمسون فاحنا هنتم جايين ايه في حالة يبا احنا رقم واحد اهو هنقول في حالة الترابازودال احنا عارفين احنا عارفين ان الانتجريشن بتاعنا هيساوي اه الاتش على الاتنين ونفتح براكت نكتب اه الاف او ماشي الاف اوف اكس رقم صفر زايد الاف اوف اكس رقم كام اه رقم ان اللي هي رقم اه ستة اه رقم ستة طيب بعد كده يبا انت دلوقتي هتلاحز ان القيم بتاعتك لو انت سميتها دي الاف اكس رقم صفر دي الاف اكس رقم واحد الاف اكس رقم اتنين الاف اكس رقم التلاتة اكس رقم اربعة الاف اكس رقم خمسة والاف اكس رقم ستة فانت بتجمع القيمة قيمة الفونكشن عند النقط رقم صفر وقيمتها عند الفونكشن رقم الاخيرة خالص وبعد كده بلاس اتنين وتفتح وتكتب او اه او سيجما على طول اتنين سيجما الاف او اكس اي بحيس ان الاي بتاعتك هتبدأ من الواحد يعني من عند الاكس واحد لحد الان ناقص الواحد طيب وبالتالي احنا نقول ان الترابازويضة اللي بتاعتنا هتساوي الاي بتاعتنا هتساوي اه واحد الاتش اللي هي واحد على التلاتة كل ده مقسوم على الاتنين هتجمع بقى القيمة الاولى اللي هي بواحد والقيمة الاخيرة اللي هي بوينت واحد اربعة اتنين تسعة زائد اتنين وتفتح قرص. وتكتب بعد كده القيمة الاولى نص زائد تلاتة 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 زائد اتنين خمسة زائد بوينت اتنين زائد آآ القيمة اللي بعد كده. آآ اللي هي بوينت واحد ستة ستة سبعة. تقفل القوس ده والتنين راح قفل القوس الاساسي. تحسب الكلام ده بقى على الا حسبة معاك. انا هحسبها معاك سواني كده. يبقى احنا نقول واحد نطلع بقى لو عايزين نطلع من اللي احنا عملناه ده هتكتب مود وتختار واحد. تفتح علامة كسرية واحد على الستة. تطلع تكتب واحد زائد بوينت واحد اعتنين تسعة هتزائل اتنين افتح قوس تاني خمسة. زائد بوينت تلاثة تلاتة 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 اربع تلاتات زائد بوينت اتنين خمسة زائد بوينت اتنين زائد واحد ستة ستة سبعة. هتدوش يساوي هيطلع معاك انpause بتاعت التربجويدل طلعت بتساوي في حالة التربجويدل هى طالع ساوي آآ بوينت ستة سبعة تلاتة تمانية ده كده في حالة طيب في حالة نحسب الكلام ده تاني بس في حالة ممكن ناخد الجدول ده علشان بدلا ما نطلح كل شوية هنجي نقول احنا في حالة اه في الحالة بتاعت السيمسون هنقول القاتي هنقول الاي في حالة السيمسون احنا قلنا بتساوي على التلاتة ونفتح نكتب القيمة الاولى اللي هي رقم صفر زائد آآ اللي هي رقم ستة اللي هي الاخيرة خالص طيب وبعد كده بشمهندس بعد كده هتبص للقراءات الفردية وتضربها في اربعة والقراءات الزوجية تضربها في اتنين يبقى احنا هنقول الاربعة مضروبة في القراءات الفردية اللي هي واحد نص زائد القراءات اللي بعد كده تلاتة اتنين خمسة زائد خمسة اللي هي واحد ستة ستة سبعة الكلام ده هتقول اتنين مضروبة في القراءات الزوجية اللي هي تلاتة 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 زائد اللي بعد كده اللي هي اتنين وتتأكد ان انت آآ معاك القراءات كلها هبصي كده ده كده ده ده اتنين آآ ده كده تلاتة ده اكس اربعة ده اكس خمسة وده اكس ستة طيب انت كده هتغطيت كل القراءات اللي عندك تيجي بعد كده تكتب على الاحاس بهتاعتك انا هكتبها معاك اهوت هكتكتب واحد على التسعة لان بتاعتنا اه واحد على التلاتة اولا احنا هنجي ناخد القراءة دي كده نكتب مكانها واحد والقراءة الاخيرة دي خلص نكتب القيمة بتاعتها يبه هنا واحد والقيمة الاخيرة دي هنكتب قيمتها اللي هي بوينت واحد اربعة اتنين تسعة يبه احنا واحد على تسعة مضروبة فيه واحد بلاص بوينت في افتح قوس. نص زائد ربع. زائد واحد ستة ستة سبعة. زائد اتنين افتح قوس. تلق اربعة تلتات. زائد اتنين. ايفل الاقواص بتاعتك. وتعال احسب النتيجة بتاعتك. تطلع معاك اه الاي في حالة التربازويدل. اقاسف الاي في حالة السيمسون. هتطلع ببوينت اه خمسة. اقاسف. بوينت ستة. خمسة اتنين تسعة. دي كده القراءة في حالة السيمسون رول. طيب زي ما اتفقنا تاني ان المفروض القراءة في حالة السيمسون تكون بتدي قراءة ادق او قيمة ادق عنها في حالة التربازويدل. طيب. من اللي هيبين من اللي هيبين من احسن? اه هنا ممكن نحسب الاصلي. انت لو تلاحظ ان هو المسألة بتاعتك سهلة سهلة لحصول بتاعها. هو كان طالب اللي هو لو احنا عايزين نحسبها هنقول هو واحد على التلاتة اكس زائد الواحد دي اكس من زيرو الى الاتنين. احنا عارفين ان الكلام ده بيدي ده هيساوي اللي جوه هنا تلاتة اكس زائد الواحد ونطلع بره نقسم على التلاتة اللي هو بتاع الاكس. وهنعمل مرة بزيرو مرة باتنين. الكلام ده هيساوي واحد على التلاتة بره. آآ ده هيدي لك لين السبعة نقص لين الزيرو. آآ زي ما احنا عارفين ان لين الزيرو اساسا بزيرو. يتفضل الكلام ده واحد على ثلاثة آآ للسبعة. اللي هيروح يحسب الكلام ده هيطلع معي في حالة هيطلع ببوينت ستة اربعة تمانية ستة. يبدأ كده بتاعنا. طيب ازاي بقى نعرف مين احسن الترابيزويدل ولا الترابيزويدل احسن ولا السيمسون. هنجي نقول والله الريلاتف برسنتج. الريلاتف برسنتج ارور في حالة الترابيزويدل. ده بيساوي بتاعة اللي هي بوينت ستة اربعة تمانية ستة. نقص القيمة بتاعت الترابيزويدل على بوينت آآ ستة اربعة تمانية ستة. الكلام ده مضروف في المية. الكلام ده هيتم حسابه في حالة الترابيزويدل وهناخد القانون ده هو هو في حالة السيمسون باختلاف ان احنا هنغير القيمة بتاعة السيمسون. هنجي هنا في حالة الترابيزويدل نشوف احنا القيمة بتاعتنا كانت ببوينت سبعة تلاتة تمانية. بوينت سبعة تلاتة. بوينت ستة 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 سبعة تلاتة تمانية. فهنجي هنا نكتب بوينت. آآ بوينت. اه ستة سبعة تلاتة تمانية. نجي نفتح ابسوليت فاليو على حسبة ابسوليت فاليو اهو. نكتب بوينت ستة اربعة تمانية ستة نقص بوينت ستة سبعة تلاتة تمانية. الكلام ده مقسوم على بوينت ستة اربعة تمانية ستة. ده في الاخر ينضرب في مية. يطلع معانا ان الارور في الحالة دي هتكون القيمة بتاعته اه بتساوي اه تلاتة تلاتة ثمانية تمانية في المية. يبدوه ده يطلع بيساوي تلاتة 8 تمانية خمسة تلاتة في المية. في قرأ بمقدار تقريبا كده اربعة في المية. طيب. لو جينا نطبق الكلام ده هو هو في حالة السمسون احنا الاحظ ان احنا عندنا القيمة بتاعتنا. اه في حالة السمسون طلعت ببوينت خمسة بوينت ستة خمسة اتنين تسعة يبقى احنا هنا نكتب آآ بوينت ستة خمسة اتنين تسعة ونروح نحسب الكلام ده على الآلة حسبة يطلع ان الكلام ده معنا طلع بيساوي او لو حابنا نصغرها عشان نكتبها معنا اهو آآ الكلام ده يطلع معنا بيساوي بوينت ستة ثلاثة في المية يبقى انت هتلاحز ان اللي كان التربازويدل بيجيبه لك كان او الماكسيموم ايرور في حالة التربازويدل بتلاتة في المية بينما في حالة السيمسون بستة من عشرة في المية وبالتالي القيمة دي في حالة السيمسون اه احسن بكتير جدا عنها في حالة التربازويدل السيمسون بيدي دقة او اكيروسي علاج بكتير جدا من اللي بيديها التربازويدل طيب لو جينا نبص اه وطلب لو كان طالب مننا في السؤال هو هنا مش طالب بس لو كان طالب ان احنا نحسب في حالة وفي حالة فالمفروض ان القوانين دي اه على ما اعتقد ان المفروض تكون انت حافظها اه الا ازا الدكتور قال صراحة ان هي هتكون بالنسبة لك في الامتحان. اه المفروض لو عايز تحسب فاحنا هنا بنقول ان في حالة اه بنقول معاك يا بشمهندس ان بتاعنا بيساوي اه بتاعنا حالة بيساوي اه ممكن تحسبها كالقاتي ممكن تقول ان هي بتساوي البي نقص الاي باور تلاتة على الاتناشر ان سكويرد في الاف دابل داش اوف اجزيتا. طيب. البي معانا والاي معانا والان معانا نقص الاف ضابل داش. فاحنا لو حسبنا الاف ضابل داش اوف اجزيتا القانون بتاعها بيساوي او مباشرة الاف داش اوف اكس. وهتعمل سبستوشن بي الاي والبي وتقسم على البي نقص طيب. وبالتالي احنا ممكن نروح نحسب الكلام ده الاول نروح نحسب الاف ضابل داش. الاول هنروح نحسب الاف داش اوف اكس. احنا عندنا الاف اوف اكس. اه الاف اوف اكس. اه هو مدهنا ان هي بواحد على التلاتة اكس بلس الواحد. فاحنا ممكن نكتبها كده بالشكل ده كده. وبنان عليه هيكون عندنا الاف داش اوف اكس. ده بيساوي اه تلاتة اكس زائد الواحد باور اتنين. بس هنضرب اللي جوة اللي هو ايه بتلاتة. فنجي نحسب الكلام ده. اه يطلع معانا كالقاتي. يبقى ازا الاف ضابل داش اوف الاجزاي هتساوي اه تلاتة. مقسومة على البي نقص الايه اللي هي باتنين. وهنفتح الكلام ده نكتب تلاتة او تلاتة اكس. زائد الواحد. كل ده. هنباور اتنين وهنعود به مرة بزيره ومرة بيه اه الاتنين. ونروح نحسب الكلام ده. يعني انا هكتب هنا على الاحزب اهو. تلاتة على الاتنين. اه واكتب هنا اه تلاتة الاكس زائد الواحد اتنين. وهدوس له كالكوليت هيقول للاكس بكام هقول له باتنين. وتطلع القيمة دي اين كانت هسميها ايه. ورجع تاني اعمل اه كالكوليشن عند الاكس بكام هقول له بزيره. القيمة دي هسميها بيه. وهكتب الايه نقص البيه. الكلام ده يطلع معانا الاف. اه الاف ضابل داش. ده هيطلع معانا بواحد بوينت اه اربعة ستة تسعة اتنين. يبقى ازا في حالة ده هيساوي. نرجع بقى للقانون الاساسي خالص. هنكتب عندنا على الاحزبة. نكتب هنا. نفتح قوس. نجتيب الاول ونفتح آآ كسر. نكتب البي ناقص الايه اللي ايه باتنين قص ثلاتة. الكلام ده مقسوم على الاتناشر مضروفة في الان اللي هي ستة تربيع. ونطلع بره نضرب في الرقم اللي احنا لسه جايبينه اللي هو واحد بوينت اربعة ستة تسعة اتنين. يطلع الكلام ده بيساوي معانا آآ ناجتيب آآ بوينت زيرو اتنين سبعة اتنين. ده كده الايرور او في حالة الترابزولي ده. يعني هي باش مهندس الماكسيمم ايرور هقول لك بعد شوية. طيب. لو حبينا نيجي نبص في اه لو عايزين لو عايزين نقسب الايرور بس في الجزء بتاع السيمسون هنلاحز الاتي. يبقى انت الوقت لو جاي تشتغل في السيمسون. هتقول والله ان الايرور بتاعك في حالة السيمسون هيساوي. القانون اللي هيحفظ القانون ده هيلاحز ان التاني سهل. المفروض نيجي نقص الايه. بس بدل ما هو باور تلاتة هيبقى باور آآ خمسة. وبالتالي احنا زودنا اتنين. يبقى تحت. هادرب الخامسة في الاتناشر. خمسة في آآ ثانية واحدة معلش. لا لا اللي تحت هيكون مية وآآ مية وتمانيق. والان باور. الان باور اربعة. في الفور داش. زي ما اتفقنا تاني الفكرة كلها ان تجيب الفور داش. طيب احنا بالفعل اكنا جايبين الف داش كانت معنا بالشكل ده كده. فلو حبينا نحسب الف داش. دابل داش اوف الاكس. هيساوي. هننزل النيجي في اتنين تاني هتبقى بوزتف ستة. بوزتف ستة مضروبة في التلاتة اكس. الواحد باور نيجي في تلاتة. مضروب الكلام ده في الدفرينشيشن اللي جوه اللي هو تلاتة. يبقى القيمة دي هتطلع بالتمنتاشة. طيب لو عايزين نحسب الاف تريبل داش. وفي اكس. الاف تريبل داش هنضرب المفروض بقى مباشرة هنبقين فاهمين هنضرب في نيجيتف تسعة. فاحنا نقول نيجيتف تسعة في التمنتاشة اللي هي. آآ اللي هي هتطلع بمية اتنين وستين. يبقى احنا عندنا نيجيتف. مية اتنين وستي. الكلام ده مضروف في التلاتة اكس. بلاص الواحد الفور. طيب احنا عايزين باش مهندس الاف فور داش. لا احنا مش هنحسب غير الاف تريبل داش. لان المفروض تكون فاكر ان الاف فور داش اللي هي بتاعت دي. ده بيساوي. آآ ده هيساوي آآ اللي هي فوق دي كده اللي هي نيجيتف واحد ستة اتنين. اللي هي تلاتة اكس بلاص الواحد باور نيجيتف اربعة. الكلام ده هيكون مقسومة على من البي ناقص الايه اللي هي اتنين. وفي الاخر هنعمل فيه مرة بزيرو ومرة بيساوي اتنين. آآ فالكلام ده هيساوي معانا اهو. لو جينا كتبناه نيجيتف واحد ستة اتنين مقسومة الكلام ده على الاتنين. الكلام ده مضروف فيه التلاتة اكس زائد الواحد. آآ باور نيجيتف الفوق. وهنعمل الكالكوليت هيقول الاكس بكام? هقول له الاكس باتنين. اتنين اهو. وهسجل القيمة دي في ايه? ومرة تانية عند الزيرو. وفي الاخرى اقول له الايه نقص البي. يطلع الاف فور داش ده هيطلع معانا الاف فور داش اف الاجزاي. ده هيطلع معانا بتمانين بوينت تسعة ستة ستة تلاتة. طيب. وانس ان انت حسبت الاف فور داش. فانت دلوقتي جاهز ان انت تروح تستخدم القانون اللي فوق. هتكتب دلوقتي عندك على الا حسبة برا. تكتب البي نقص الايه اللي هي باتنين قصة خمسة. الكلام ده مقسومة على مية والتمانين. مضروف في الستة باور اربعة. اه الكلام ده مضروف في الاخر في القيمة اللي احنا لسه جايبينها. اللي هي تمانين. اه بوينت تسعة ستة ستة تلاتة. اه هتطلع في الحالة دي كده. في الحالة دي هتطلع الايه بتاعت الترابازويدل بتساوي. اه نيجاتف بوينت زيرو واحد واحد واحد. لا مش الترابازويدل بقى في حالة الايه السيمسون. يبا احنا كده حسبنا الايرور في حالة السيمسون وحسبناه في حالة الترابازويدل. وما فيش اي حاجة تدعونا。 يعني ايه نشكةea باش مهاندسة. يعني لو طلع ان القيمة بتاعت الاي بتاعت السيمسون اكبر من بتاعت الترابازويدل. فباس من المفروض يعني نعيد الحسابات. يا اما نكتب كومنت لو الوقت ما يسمحش. ان يوجد خطأ في الحسابات ولا بد ان تكون القيمة بتاعت السيمسون الايرور بتاعها يكون اقل من القيمة بتاعت الترابازويدل. ده كده كان سؤال اتمنى يكونوا استفدتوا به وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي